نرد بازن الله بنتكلم مع بعض على خاصية موجودة في تقريبا في كل اجهزة الانجمة الرخيص منها والغالي الخاصية اسمها بي او اي بي او بيكتشر او صورة داخل صورة ان انت تقدر تتابع قناتين فوقت واحد ولكن لازم القناتين يكونوا على نفس التردد زي ما انا بتفرج كده او قناعمل على امر وقناعمل على امر تاني لو انت حضرتك موصل اتنين تيونر عندك في الجهاز يعني مثلا في اي بعض الاجهزة بتدعم اتنين تيونر فلو انت عندك مثلا امر اوروبي او امر اجنبي وبتتابع قناة من على الامارين هيشتغلوا معاك ما فيش اي مشكلة طالما انت مشغل كل تيونر لوحده لان انت دلوقتي خرجت من تيونر صورة واحدة ولكن موصل سلك واحد على تيونر واحد لازم يكون تردد واحد وتشغل منه الخبنة عشان تستدعي اه الاكتف اه او 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 الصورة داخل صورة بيدوس على الزر الازرق من الرموت ضغطة طويلة شوية ضغطة طويلة مش تكسر الرموت بس الزر الازرق اه لي وظفتين عندنا في الجهاز لما دوس دوس عادية كده بيظهر للقايمة دي اللي بقدر من خلالها اخش وعمل خدمات او بعمل ادوات داخل صورة طيب لو دوس ضغطة طويلة شوية بيظهر للقايمة القدام حضرتك دي انا محتاج منها اخر واحدة او اه اللي هي رقم اربعة من تحت اللي هي اكتف هتلاقي جنبيها علامة باللون الازرق معناها ايه معناها ان انا لو ضغطت الزر الازرق بالشكل ده بتلاقي القناة هي والقناة ظهرت في صورة صغيرة تبدأ تقلب كده تجيب اي قناة تانية مثلا قناة كده يبقى انا كده شغلت القناتين قدامي دلوقت زي ما حضرتك شايفه قناة فوق على ايدك اليمين والقناة الاساسية اللي هي على ايدي الشمال طيب ادوس حالزر الازرق طويلة هتلاقي ظهر لك بقى بص اربع الوان احمر واخضر واصفر وازرق هنجيبهم من تحت الازرق لو انا حبيت اقلغي الخاصيات ده خورس طيب الاصفر ده ده لو حبيت تبدل بينه القناتين يعني ايه يعني انا دلوقت لما باجي بقلب هاختار الاصفر الاول كده انا اخترت الاصفر بص انا لما اجي قلب القناة بتقلب معي القناة اللي هي الصورة الكبيرة طب انا عايز اقلب القناة الصغيرة اروح دايس الزر الازرق تاني وقوم دايس على اللون الاصفر بص بقى لما اجي قلب هتلاقي القناة قلبت دي جات مكان دي هتقلب يبقى انا كده الزر الازرق عكاس لي القنوات يعني بدل ما كانت القناة الكبيرة بقت في اللي ايه في الشاشة الجانبية او شاشة الزغيرة هروح دايس تاني على الزر الازرق هروح بعد كده في عندك هتلاقي الزر الاخضر بيقول لك هتدوس على الزر الاخضر هتلاقي زهر لحضرتك القائمة الصغيرة دي بيقول لك ان الوضع اللي انت مستخدمه دلوقتي الوضع الاساسي اللي هو بيقول لك لو انت دست على الزر اللي هو والنيجاتف ده فين بقى الزر البوزاتف والنيجاتف ده هتلاقي فيه عندك زرار بتاع الصوت او بتاع الفوليام اللي بتعليه وتوطي منه وهتلاقي جانبه فيه زرار مكتوب عليه اختصار كلمة هتلاقي عليه سهم فوق وسهم تاعت لما تدوس سهم فوق هتلاقي بص الشاشة تبدأ تكبر مع حضرتك زي ما انتا شايف وتصغر مع حضرتك طيب انا عايز دي اسحب الشاشة دي وانزلها واطلاحها احطها في مكان من خلال السهم فوقه تحت اللي هو في الدايرة الرموت في دايرة فيها سهم فوقه تحت ويمين وشمال تبدأ تاخدها بالسهم يمين اهو وشمال اهو عايز تجيبها في اي مكان حضرتك ما فيش اي مشكلة خالص تقدر تجيب الشاشة ايه في جنب يبقى كده احنا عرفنا وظيفة الزر ده طيب لما دوس الصفر بقى فيه عندك بيقول لك تحت ايه لما تضغط زر الصفر ايه اللي هيحصل دوس صفر كده مص واحد كده ده شكل اتنين كده جاب لي القناتين جنب بعض تلاتة الوضع ده بتختار اي وضع حضرتك تختاره اهو تمام كده اخترت انا الوضع ده اروح ليس اوكي يبقى انا كده جبت صورتين لما ابدأ اقلب انا كده بغير القناة اللي هي ناحية الشمال طب انا عايز اقلب في القناة ناحية ناحية اليمين اروح ليس الزر الازرنق تاني وهنزل على الزر الاحمر بقى اللي هو ايه زب فوكس ايه توبكتشا ادوس اوكي كده لما اجيقلب دلوقتي بص بقلب في القناة ناحية الايه ناحية اليمين موضوع سهل جدا مفوش اي حاجة بس انت ايه تعمله مرة او اتنين وبعدين هو يعني ساعة المباريات المهمة طيب انا دلوقتي عايز اجيب بقى قناة من على امر تاني اروح ليس كده اوكي واختار اي امر تاني وليكن مسلا هجيب القسطرة تسعتاشر شوف اي قناة مفتوحة بس اما حاجة يكون لها اشارة بص فتح معي القناة اوه بس دي من امر تاني على تردد تاني اتمنى تكون الامور وصلت اه كده العملية سهلة جدا جدا لو انا بقى عايز الغي الحكاية دي خالص بدوس حتزر الازرق ضغطة طويلة وقوم ديس ازرق تاني وانا واقف مباشرة كده رجعت للقناة الاساسية اللي انا كنت واقف عليها اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته